اختتمت فعليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لإدارة القصير الصحية واستمرت القافلة على مدار يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة صحب البحر الأحمر إسماعيل العربي قال إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان إلى 246 مواطنا على مدار يومين وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر